موسيقى هي قنبلة انتزع صمام أمانها ليستقر على مقربة منا جميعا أكثر قربا مما نتصور آفة تمكنت بالإنسان ففتكت به وبكل محيطه الإدمان عن المخدرات غول أرهب مجتمعنا فدفعوا إلى دقناقوس الخطر أكثر من مرة نظمنا بمساهمة الجماعية التونسية لمقاومة المخدرات هذه الندوة وهذا الملتقى لتحسيس الشباب لتحسيس الطلبة لتحسيس التلاميذ لتحسيس الأولياء بأهمية مقاومة هذا الوباء بل تعمل لوليد شخصيته وسيخطف فاتة المراحقة يسر يبدأ يتعنت ويبدأ يحب يخرج معناتها من المحيط الضيق لهو العائلة يحب يخرج لبرة يحب يكتشف يحب يجرب يحب يجرب كل شي يقول لك راني نجرب كل شي نجرب الدخان نجرب كذا أما أنت كيفيش بيش تحاول تحيطه وتحاول بيش تخليه ما يمشيش في هالانزلاقات هذه مهمة صعبة في المركز نجرب 80% من الأشخاص هم مدونين على طريق الحقن على طريق السيوبيتكس وهذا خطر كبير لأنه قمنا بعينة في المركز وقينا فوق 25 موقين تقريب 20 منهم مصابين باليباتيتسي و 6% منهم مصابين بالفيروس هاشي في معناه بسيدة ندرة تناولت هذه الظاهرة من عديد جوانبها فاستقطبت جميع مكونات المجتمع المدني الساعد التعريف أكثر فأكثر بأسبابها ومظاهرها أطباء نفسيون جامعيون إطارات طبية وشبه طبية قدموا أطروحات عديدة في هذا المجال جمعهم هدف واحد هو الحد من هذه الظاهرة وليما للقضاء عليها أنا نشوف كونه لازم أول حاجة ملء وقت الشباب بدور شباب مثلا أنشطة لازم الشاب وان عندي برشة مرضة وليكي ما كي برشة مدمنة اللي قل لك يا أخوي ما نعمل لنا النهار طويل نمشي نستعمل الدرك نتكيف الزطلة باش نتعدى وانشيخ وكو ما عنديش نشط آخر إذن لازم خلق دور شباب خلق أنشطة اللي حب ينشط في مدانة الرياضة في مدانة الثقافية في مدانة غنائية في مدانة مدانة شوء آخر لازم يلقى فرصة باش يعبي وقته كل الناس رأي مهمة بالموضوع من نجمشي نقوله هذك ما يمسكن غيري رأوا كل الصغار مهما كانت شريح امتحم يجموا يتيحوا في فخ الأدمان وصحاب السوء هما اللي خليهم يرميوهم في المصيبة هذية نقوله خلينا يرد بالهم على صغارهم الحوار الأنصات اللهو بصغارهم نرىهم هند رأي قاعدين يجو في الأوقات امتحم هل هنده امتحم ريقل الأكل امتحم ريقل الانتحانة امتحم كذلك هذي الكل باش نعرف وكون الناس رأوا ساعة ساعة تبقى عام وعام ونفس ميفروش بصغارهم ووقت يفرو بهم يولي امترو تار ظهر آفة خطيرة جدا في المجتمع التونسي تناولناه من ناحية الأكاديمية من الناحية التحسيسية الطلابية ومن الناحية القانونية من الناحية الطبية والنفسية ومن الناحية الأمنية المداخلات كاثفت فيها بعض النقاشات وبعض التساؤلات اللي أجاب الإطار الطبي والإطار الجامعي والمداخلات متاعهم كانت ثرية وحقيقة الشيء ينعش وفي الختام قررنا ممكن الطلب لإنشاء مرصد قومي على صعيد القومي لكفحة هذه الظاهرة أسباب كثيرة أسقطت شبابنا في براثن هذا السم الفاتك أهمها غياب الرقابة الأسرية للأبناء وقصور الدولة على القيام بواجبها والقضاء على هذه المواد السامة ومرويجها ولعل الظروف الأمنية التي عاشتها بلادنا في الآوينة الأخيرة جعلت أراضينا معبرا جيدا لتجارة المخدرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر